مواكبة لأهداف البرنامج الوطني لعلاج الجلطات أطلق مركز محمد بن خليفة بن سلمان الخليفة التخصصي للقلب حملة قلبك أمانة وتهدف الحملة لتوعية المجتمع بأمراض القلب وكيفية طلب المساعدة عبر خط الطوارئ أطلق مركز محمد بن خليفة بن سلمان الخليفة التخصصي للقلب حملة قلبك أمانة بما يواكب أهداف البرنامج الوطني لعلاج الجلطات القلبية الحادة تهدف الحملة إلى توفير المعلومات الأساسية وتثقيف العامة عن أمراض القلب لزيادة وعيهم عن عوامل الخطر مع ضرورة الاتصال على رقم الطوارئ 999 وطلب المساعدة الطبية حيث تعتبر عاملا أساسيا للمساهمة في التقليل من نسب الوفيات والمضاعفات التي تصاحب الجلطات القلبية الحادة يهدف هذا البرنامج الوطني إلى علاج جميع المرضى المصابين بالجلطات القلبية الحادة من مواطنين ومقيمين عن طريق توفير القصطرة العلاجية الفورية والتي بدورها تسهم في تقليل نسب الوفيات والمضاعفات الناجمة عن الجلطات القلبية تم إنشاء منظومة متكاملة تربط ما بين جميع المؤسسات الصحية في المملكة عن طريق الخط الساخن حيث يتم نقل المريض من تلك المؤسسات الصحية عن طريق الإسعاف الوطني وهنا يتمثل دوره الأساسي في هذه المنظومة يتمثل في التشخيص المبكر لمرضى الجلطات القلبية في منازلهم وفي أي مكان آخر يطلب حضور الإسعاف إليه ويقوم المسعف بإجراء تخطيط القلب ومن ثم إرساله إلى قرفة التحكم في مركز القلب ويقوم الطبيب بقبول الحالة ليتم نقلها إلى مركز القلب دون تأخير تم تنظيم دورات تخصصية للمسعفين في أساسيات الرعاية الصحية المتقدمة حيث شملت تلك الأساسيات التعرف على عراض الجلطة القلبية وكيفية القيام بتخطيط القلب ونقله إلى قرفة التحكم في مركز القلب والعلاج المبدئي الواجب تقديمه إلى المريض في منزله قبل نقله إلى المستشفى وقد شمل هذا التدريب أكثر من 170 مسعف كما ويشارك مركز الإسعاف الوطني في الحملة التي أطلقها مركز محمد بن خليفة بن سلمان الخليفة التخصصي للقلب يأتي ذلك وفق حرص مركز الإسعاف الوطني على مواكبة التقدم العالمي في مجال الإسعاف والسلامة وطب الطوارئ يقوم مركز الإسعاف الوطني بالاستجابة لجميع البلاغات مثل الإصابات والأمراض بأنواعها بحيث يتم التعامل مع الحالة ثم نقلها إلى المكان المخصص في المستشفى حسب نوع الإصابة أو نوع الحالة مع ضمان الاحترافية في التعامل مع الحالة حيث تم تجهيز سيارة الإسعاف بأحدث الأجهزة والمعدات المتوافقة مع المعايير المحلية والدولية وتم أيضا تزويد سيارات الإسعاف بنظام التتبع وتحديد مواقع الإسعافات وأيضا تم تزويد سيارات الإسعاف بكاميرات مراقبة داخلية وخارجية وذلك لضمان جودة سلامة عملية الإنقاذ فهناك تعاون دائم ومستمر بين مركز الإسعاف الوطني ومركز محمد بن خريف للقلب حيث يتم نقل جميع الحالات التي تطلب تدخل فوري للتعامل مع الإصابات والأمراض المتعلقة بالقلب بحيث نتمكن بنقل الحالة في أسرع وقت وبأعلى معايير الاحترافية هذا ويقوم البرنامج بربط جميع المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الأولية والمستشفيات والأيادات الخاصة وذلك عبر منظومة متكاملة تضمن النقل السريع لمرضى الجلطات القلبية الحادة من جميع تلك المؤسسات الصحية إلى مركز القلب في عوالي عن طريق الإسعاف الوطني اشتركوا في القناة